مساء الخير للجميع أنا محمد تم وحكيكم من قناتي على اليوتيوب مشاهلا لك اللي يكون بخير وفي صحة جيدة وكل الحب والاحترام من جميع المشاهدين بدأ الفيديو يا جماعة بما أنه ما حكينا من فترة طويلة طويلة كتير عن اليونان وأوضاع اليونان وآخر الأخبار والتطورات اللي بتخص اللاجئين ومهاجرين حكينا بفيديوهات كتير عن أوضاع اللاجئين في بلا الروسيا وفولندا بسوى الوضع المأساوي حقيقة حاليا على الحدود الفولندية البيلا الروسية يعني نحكي بهذا الفيديو عن آخر الطورات في اليونان اللي تهم جميع اللاجئين والمهاجرين حقيقة رحبنا الفيديو بخبر محزن اليوم الخميس 18-22 نوبمرة 2021 اليوم الخميس الليلة الجمعة تقريبا حوالي منتصف الليل كان في حادث على الطريق السريع اللي بيربط بين اكسانسي وزاسالونيكي في منطقة اكسانسي حادث توفي سبع أشخاص وجرحة 8 أشخاص طبعا المتوفين نتمنى لهم الرحمة والجرحة بالشفاء العاجل الجرحة هنين كانوا من أفغانستان وبنجلاديش ومهاجران جريحين اثنين من النيبال وجرحة السائخ كمان السائخ كان من دولة مولدوبا طبعا السائخ حاليا موجود دمن مراكز الشرطة اليونانية والمهاجرين الجرحة ما في معلومات عنهم شو رح يصير بمصيرهم رح يطلقوا صراحهم او لا خبر محزن يا جماعة أنه عم نسمع وفاة سبعة مهاجرين على الطريق السريع سبب الوفاة يا جماعة أنه السائق فقد السيطرة على السيارة ودرب بكشك على الطريق ودرب بحاويات وكانت سرعة السيارة كبيرة كتير كان السيارة متاجهة إلى مدينة زسالونيكي هذه المعلومات بحسب الشرطة اليونانية بخصوص آخر التطورات الثانية جماعة ففينا تطورات مهمة وأخبار مهمة بتهم كل اللاجئين والمهاجرين خلونا نبدأ بتطور الأهم اللي هو المهاجرين واللاجئين في اليونان صار لهم تلات تقريبا تلات تشهر ما أخذوا مستحقاتهم المالية المعونية يا جماعة بدون المعونية المالية اللاجئ المهاجر كيف بدو يعيش في اليونان وخاصة بظل الظروف الصعبة طبعا الوضع الوبائي يا جماعة له تأثير كبير كتير على الاقتصاد اليوناني نقص فرص العمل يعني العالم ما عم تلاقي الشغل يا جماعة ما عم تلاقي الشغل وانقطع المعاش يعني الوضاع كان سيئ راحت إلى الأسوأ يعني صار لهم تلات تشهر ما أخذوا المعونة المالية وما في أخبار أنهم رح يقولوا بكرة وبعد بكرة أو شهر لسه مجهول يعني مصير المهاجرين واللاجئين اللي عم يستنوا المعاش ليعيشوا حالهم مصيرهم مجهول بعد ما أخذت قديما كانت المعاشات تجي من اليوئين أمم المتحدة ولكن السلطات اليونانية الحكومة اليونانية قالت نحنا رح ندفع ورح نشيل هاي المسئولية من اليوئين والأمم المتحدة ونحنا رح ندفع لللاجئين والمهاجرين ومن هذاك الزمن من ثلاثة الشهر لحد الآن لسه المهاجرين ما استلموا اللاجئين ما استلموا مستحقاتهم المالي بالتطورات الثانية جماعة طبعا حكينا عن هاي المسئلة المهمة كتير فيه بالمخيمات أخذوا أكل وما أكل ولكن جماعة المدن البيوت الموجودين في المدن البيوت ما أخذوا أي شيء بل كي الكامبات الموجودين بالمخيمات الكامبات طبعا أغلب الكامبات تسكرت لأنه ما في عنا اللاجئين كتير باليونان يا جماعة لأنه أعداد اللي عم يروحوا إلى ألمانيا والدول الثانية تقريبا ضعف ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف أعداد اللي عم يجوا على اليونان وعم يقدموا اللجوء تقريبا في عنا بكل اليونان حسب الإحصايات الرسمية من الحكومة اليونانية خمسة عش ألف لاجئ مسجنين من أصل قديما كان من ثلاثة سنين كان في عنا بس بجزيرة ساموس خمسة عش ألف يعني أعداد انقلت كتير والعالم عم تروح بسبب نقص العمل والحياة في اليونان تعرفوا هاي الشغلات الطويلة العريضة بخصوص الوضع الوبائي في اليونان يا جماعة الوضع الوبائي بآخر خمسة عش يوم أو بآخر شهر العداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت يا جماعة ارتفعت إلى خمس تلاف وست تلاف وسبعة تلاف هاي الأعداد الكبير يا جماعة صارت مشكلة كبيرة كتير للحكومة اليونانية الحكومة اليونانية بطريقة أو أخرى عم تحاول تدفع الناس إلى أخذ اللقاح أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبعا في فئة كبيرة كتير أخذوا وفي فئة كبيرة كمان لسا ما أخذوا عم يساووا لاختبار التست يعني كل 48 ساعة أو كل يومين أو 3 إيانا ولكن من ابتداء من اليوم الاثنين القادم اليوم السبت بقرة الأحد يوم الاثنين سيكون في إجراءات أكثر تشتيتا على الأشخاص اللي لم يأخذوا اللقاح اللي ما رح يقدروا يدخلوا إلى المطاعم أو الكافيات أو الحانات أو السينما والآخر يعني بس فيك تروح على السوبر ماركت وتجي على بيتك كمان صلاة الريادية ما فيك تدخل عليها ولو يكون في عندك الرابد تست يعني اللي بقوله هون التست اللي عامله لمدة 48 ساعة إذا يكون عندك هاي الورقة كمان ما رح يفوتوك إلا إذا أنت كنت ملقح هاي خطوة لدفع جميع الناس جميع اليونانيين واللاجئين وكل الأشخاص موجودين على الأراضي اليونانية ليأخذ اللقاح إذا هاي كانت آخر تطورات يا جماعة بخصوص اللاجئين والمهاجرين الموجودين في اليونان إذا كانت في تطورات مهمة كثير نحكيها بفيديو بقادم الأيام كان معكم أخوكم محمد تامو نلقاكم بالفيديو الثاني سلام